اشتركوا في القناة قدرته أن يجعله شهر خير على مملكة البحرين وأبنائها وعلى الأمتين العربية والإسلامية ثم أعرب المجلس عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة للبلاد المفدح فضه الله ورعا على توجيهات جلالة السامية لدى رئاسة جلالة لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والتي تمثل الأساس لكافة الجهود والمبادرات التي تحقق تطلعات المواطنين بعدها شاد مجلس الوزراء بدعم جلالة الملك المفدح فضه الله ورعا للشباب البحريني باعتبارهم ثروة الوطن ونصف الحاضر وكل المستقبل فيما نوه المجلس بتسمية عام 2022 بعام الشباب البحريني وذلك في ضوء تنويه المجلس بيوم الشباب البحريني الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر مارس من كل عام حيث وجه المجلس وزالة شؤون الشباب ورياضة بوضع الخطط المتكاملة التي تستهدف دعم الشباب وتنمية إبداعاتهم ومهاراتهم بعد ذلك اطلع المجلس على مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن ما أسفلت عنه الاجتماعات المتواصلة بين ممثلي الحكومة والسلطة التشريعية حول التعديلات المقترحة التي من شأنها ضمان استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها على تنفيذ التزاماتها المستقبلية بما يسهم في الحفاظ على حقوق المتقاعدين والمشتركين كما أخذ علما بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم المعاشات ومكافأة التقاعد لموظفية الحكومة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي حيث نوه المجلس في هذا الصدد بالحرص الذي يبديه مجلس النواب والشورى في تعزيز التعاون مع الحكومة في كل ما يتعلق بمصلحة الوطن والمواطن بعد ذلك أدان مجلس الوزراء استمرار الهجمات الحوثية الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على المنشآت المدنية والاقتصادية والنفطية والحيوية في البملكة العربية السعودية الشقيقة بما يهدد الأمن والاستقرار ويؤدي إلى عدم استقرار إمدادات الطاقة العالمية ثم وفق مجلس الوزراء على إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية وهي إحدى المبادرات ضمن خطة التعافي الاقتصادي حيث سيتم من خلال المنصة حصر واستعراض الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار وإتاحة بيانات الأراضي الحكومية ونوع الاستثمار المطلوب للراغبين في استثمارها من القطاع الخاص حيث ستفتح المنصة المجالة للمستثمرين والمطورين لتقديم طلباتهم بكل شفافية بما يسهم في استثمار هذه الأراضي بشكل أمثل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعدها قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان الشقيقة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الرياضي والشبابي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية بالمملكة المتحدة وشمال إيرلندا والتي تهدف إلى تبادل المعلومات وتطوير القدرات بين البلدين في المجالات البيئية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمعهد التركي للمواصفات بالجمهورية التركية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التقييس وتقييم المطابقة والتفتيش بما يدعم التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن إضافة الجمهورية التركية إلى قائمة الدول المدرجة كشريك لخدمة الشحن البحرية الجوية بمملكة البحرين بالإضافة إلى 13 دولة يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرا لها التقدم للحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمات مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الرابع من عام 2021 ولعام 2021 ككل والذي أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من العام 2021 بنسبة 4.3% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020 حيث نمى كل من القطاع النفطي بنسبة 4.7% والقطاع غير النفطي بنسبة 4.2% كما أظهرت النتائج تحقيق الاقتصاد المحلي خلال العام 2021 ككل نموا بنسبة 2.2% مقارنة بالعام 2020 مدعوما بنمو القطاع الغير النفطي بنسبة 2.8% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر